مع الأسف الشديد زما لا حول ولا قوة إلا بالله حسب يالله ونعمل وكيل في الناس بحال هادو واللي انت يا الأخ اللي خريب تصريح كيقول بأنه هادشي هذا بش ميخليش الحزب اليمين المتطرف أنه يخد شي نظرها مش مزيانة أش داكن شي يامين المتطرف وفك غامع المسلمين وانت غامع المسلمين ما في كي تهاج أش داكن شي يامين المتطرف اللي غد انت در له الاعتبار وذلك شي كامل وفك غامع المسلمين فين غد دير وجه يا جمعيات الخزو والعر لا حول ولا قوة إلا بالله يا التجار الدين السلام عليكم وتحيطي ولكم وحبين قناة كريم كسري مرحبا بكم معي مجديد اليوم جيت نوضح الحقائق اللي عنده علاقة بالفيديو اللي يطلب من الناس الفلوس باش يجيوا يصليوا طب بعد الحال هاد الفيديو هادا من بعد ما راجفت مواقع التواصل الاجتماعي كان عنده واحد سياء كبير من طرف الناس بصفة عامة لأن كل شي يعني لاحظ بأن هادي تجارة في الدين بطريقة فنية الفقيه يطلب الناس اللي ما جابش الفلوس ما يجيش يصلي طبعا هاد الفيديو هادا شفتوه كاملين بكم وانا عادي نخلي لكم داب هاد الفيديو هادا اللي عادي تسمعوه وليوم كيخرج واحد الأخب وحد توضيحه كيقول بأن هاد الفيديو هادا موجه فقط النسية الجمعية من موجهش العموم ويعني آآ ناك نشوف هنا طريقة لإنقاذ ماء الوجه دابا الفقيه من بعد ما تفضح وذلك شي اللي قال والكلام اللي تقال كامل اللي آآ لقاوحة السياء كبير من طرف الناس بصفة عامة فهنا يعني جاهد الأخ هذا بش ينقدم الوجه جمعية وبغير يلقى شي صالدة كيقول بأن هاد كلام هادا موجه الجمعية ما موجهش للعموم ولكن الفقيه اللي كيتكلم في الفيديو وكيهدر أول أصلا بعدها مني غد يكون كلام موجه الجمعية ما غينوتش للفقيه بش يدر فيديو احنا نروم المينتين بني كنكون نهضر مع الجمعية شنو كنديرو الجماع مع الجمعية مشي كنديرو فيديو الفقيه ناتو دار فيديو كيتكلم مع العموم والكلام دياله يعني كيأكدوا وأنا غدي أخلي لكم دبل الفيديو كيقول الأخ اللي غدي يجي يصلي يجي بخمسين أورو وعاد كيقول بأن إحدية تشجيرها مفتوحة واللي بغي تشجر أخوان كينين بيش يشجلوهم شنو كنفهمو ماذا هذا رعدي كنفهمو بأن الكلام موجه للعموم بصفة عمام وموجه للجمعية ولكن هاد الفقه هادا غيتكلم مع الجمعية شنو غديدير غادي يجتمعوا وعيدوا اجتماع وعيدوا اجتماع وعيدوا اتكلموا وعيدوا بالنقاط ماشي غايدير فيديو وغيتكلم الكلام اللي كنقول أنا ها هو كيقول الفقه في الفيديو دياله تصنت واحد شوية ونكملون ونضحو جميع الحقائق باش ميوقفش الغموض في المسألة هدي وباش احتدك الكلام اللي اتدخل الأخ وبغي نقدم الوجه ديال هاد الفقه هادا وديال هادا الجمعية بصفة عمام اخسن ونضحو الأمر ايه ένα نحطو النوقاط على الحرف كل شي انت نسمعوا الفيديو ديال الفقه ونكمللكلام دياله ده رمضان اللي غاية علي في رمضان بعد جمعة رمضان كل إخل اللي رد يجيه يصلى اyardى мясي معها خمسين أعضب اللي غاية يصل اللي جمعة في الجامعة ياجه معها خمسين أعضب بدون سيتنا مغاية امرожSorry لم يغاية يصلى حتاها لقاية pretin اللي غاية يجيه ؟ غاية ي bevor害 kel Zero اللي bibel يجب أن يدخل للجامعة لكي تصلي يجب أن يفهموا الأشياء يجب أن يقول لكم فهذا هو اللقاء الذي سيأتي بها لأنه في السيطناعية ولم يجب أن يدخل للجامعة ورمضان الزوج الذي يضع فيه الأجد الحساسي يجب أن يجب أن يجب أن يساهم في هذه النية وفي صاحة الطاوح كذلك إذن كيفما سمعته؟ الفقيقي يتكلم ويقول بصراحة العبارة الكلام مجده الإخوان كاملين يعني الذي سيأتي يصلي الجماعة يجب 50 أورو والذي سيأتي يصلي استراوح يجب 100 أورو والذي يريد أن يشجل باب تجير المفتوح الأخوان يجب أن يشجلهم يعني كيوضح بصريح العبارة بأن الكلام مجده للناس الجماعة البصيفة عامل أي واحد يريد أن يصلي سيأتي معه الفلوس لكي يصلي والذي لا يجب الفلوس قبل لا يجب أن يصد على النار بصريح العبارة قال قبل لا يجب أن يصد على النار يعني هنا شنو غدين نفهموا؟ بأن هاد ناس هادو بيزنس اس بيزنس ما كنتش حاجة عنده علاقة بالإسلام والدين والصالة والعبادة والتقرب إلى الله وذيك شي كامل ضربوا عرض الحق يبقوا كيف يفكروا فقط في الفلوس هاد الجمعية هادو دي الخز والعر هادو اللي عادي تبقى بصمة دي الخز والعر فعلى جانبين هاد ناس هادو اللي شوهوا صورة دي الإسلام وهمة اللي شوهوا صورة دي الإسلام هادو يعني وخائي مش يخرجوا غير توضيح كما بغي يكون النوع دياله ما غادي شي قدروا يصحوا هادو الخطأ الفادح اللي در هادو تلقي هذا واللي يعني صراحة يعني دبا كيروج يعني في جميع موقع التواصل الاجتماعي في العالم شافوا هاد المصيبة الكحلى الجمعية ملي كتكون حاصلة او للجامعة ملي كتكون حاصلة في شي كريدي ولا شنو شي حاجة شنو كتدير كتدير إعلان كتدير إعلان كتنوت كتقول احنا عدنا قد وقد ديال كريدي خصنا نغطيه المصارف ديال الفكتورة او لشي حاجة او لهادي يعني بصارح العبارة لو كان هادل فقي هذا خرج وقال إخوان والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا جيت من هادل منبر وكانت تكلم وكقول اللي بغيس أهم فيل مجيد ديال المنطقة ديالنا بالما نسمي من قرأت تفاصيل اللي بغيس أهم في المجيد ديال المنطقة ديالنا بقديم فالجائحة خاصنا أن غطيه هاد المصارف هاده و الناس سيضم كل واحد علاقات تطاقه دياله وكل واحد ملعات تجيب دياله طريقات يلقع الى بعفو 적이 May give出る الفلوس وليلي يادل صدع النار صديقنا هذي رعار عار على جابين هذي الجمعية هذي جمعية الخز والعار صراحة أنا كنقولها بصريح العبارة أنا شخصيا هندير فيديو ربما غدى ولبعده مع إخوان أفارقة بغاوا يشتريوا واحد المسجد وبقات خصاتهم 12 ألف دل الأورو وغادي نمشي نصور معهم فيديو باش ندير إعلان لهم اللي بغا يساهم باش هذك الناس يشتريوا المسجد إعلان يعني بطريقة عادية سنسية بالنمرة الكوينتا ديال الجمعية باش يشتريوا هذك الغاراج باش يولي عندهم جامع حتى هما الأفارقة خطنا يولي حتى هما عندهم مسجد هاي 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 كنديرو ديجة أنا درت فيديو في هذه القناة هذه مع وحد المسجد اللي بغا يشتريوا الإخوان دينا اللي كنا في مارت وراي ودرت فيديو هنا يا وساهمت معهم يعني وحطت النمرة ديال الكوينتا ديالجمعية عادي بطريقة يلقى أية نور مالشي كوش يتقبلو أما باش جيبت الصريح انتا في فيديو كتتكلم وكتقول بأن الكلام ديالك موجهة الجمعية باش تنقدم الوجه هذا ما كلم متاشي حاجة لن تضحكوا علينا وعلى الإخوان المسلمين كل شي عقبكم وتفضحتوا أنتم الناس تتاجرون في الدين وتتاجرون في الصالة بهالطريقة هذه الصالة ولت عندكم بيزنس كيفاش بغيته الشاباب الطائش غادي يقدر يرجع لترقب الله؟ كيفاش بغيته ذلك الشاباب اللي كمشيش جامع يبقى يمشيش جامع؟ كيفاش بغيته النصراني يدخل الاسلام؟ النصراني اللي غادي تقنعوا بالدين ديالك كيفاش بغيت يتقنعوا بالاسلام لي غايشوف هاد الفضاء إحمد النوع عادة؟ يعني بارك كامل الخز والعار بارك كامل البيع ويشراف الدين نودوا تخدموا على رأسكم وكونوا رجال الجامع اللي دارت وحد الجامع عنده وحد المصاريف فقط كمساهمة شهرية من كل واحد اغطي ذلك المصاريف دياله ولكن تم ما مهمكمش لمصاريف دياله اصلا الجامع بصفة عامة اذا كانت مكريا يكون مكريب ربعمية ولا خمسين مليون الارو رغض يدري غير عصرها اورو نكون مواطن اغطي ذلك المصاريف واحد فكتورة ديال الضوء يخلصها مواطن واحد يعني ما كيش شي مصارف كبير اللي انتم ما ديرين وحد الهلع كبير ولكن انتم الهدف ديالكم ماشي تغطية المصاريف ديال الكرة اولاد الماء اولاد الكريدية اللي تقول انتم الهدف ديالكم عندكم رمضان رمضان هو شهر ديال التبزنيز والبيع وشراء وهذه الحقيقة الكاملة مكينة لا توضيح ولا تفصيح ما يخرج شي واحد يقول شي توضيح اول شي تفصيح بشي ينقاد الوجدين الجمعية اللي تورقات واللي ما قال ما تخبع هذا هو الحقيقة وما عندي ما نخبط انا لان الانسان ماشي منافق صريح ومن حقكم انكم تفضحوا لانكم كنتم خبعين ولكن ده بار بيفضحكم بطريقة فنية وبنتوا الحقيقة ديالكم ودبا الناس كامل ولا عارفينكم شنو كتسوا اذا جمعوا رأسكم معنا وبانكم رأيكم مشيتوا للحادث جمعية ديال الخز والعار انا هاتشي اللي بغيت نوصل مع هد الفيديو والناس خصوهم يعرفوا هدى الحقيقة هدى الكاملة لما تقود يعني تضحكوا العباد الله وبدك تنوط نوع ديالكم لان ما غدي جيبكم حتى شي نتيجة وما غدي وصلكم حتى شي طريق والحقيقة رهابين للعيان الكامل ان مسألة ما محتاجاش ما محتاجاش شي توضيح اكثر من ديالك ديالك تقول حلالة جمعنا السين فاضر شوف غادة بها كيقولك حلالة جمعنا السين واحد ودك السين واحد غدي قسمها لخمسةاش كل واحد واش كنا شي جمعية في السين واحد يعني غيبة شكون غيبين شوية ديال ضحكوا علينا واش رديتونا زيما قروا ده يعني ش كيف جمع السين واحد متصلي وكل واحد خمسةاش جيبوا مياد الأورو لما نكضحكوا تفضحتوا الفقيدية لكم ما عرفش يتصرف سحب لو مني غايد الفيديو غايتطفروا ساعة هو كعاها داعز طملة في عينيها صافي وانتم ما لقيتوا ما تدلوا بقيتوا تقلبوا ولا شي صالدة شي طريق باش تخرجوا راسكم مع الاسف الشديد زيما لا حول ولا قوة إلا بالله حسب الله ونعمل وكيل في الناس بحال هادو واللي انت يا الأخ اللي خلص بتصريحك يقول بأنه هادش هذا باش ميخليش الحزب اليميني المتطرف أنه ياخد شي نظرها مش مزيانة اش داكن شي يامين متطرف وفك غامع المسلمين وانت غامع المسلمين ما في كيتيه اش داكن شي يامين متطرف اللي غادي انت تدر له الاعتبار وذك شي كامل وفك غامع المسلمين فين غادي روجه لكم دابا يا جمعيات الخزو والعار فهادشي اللي درتوا دابا لا حول ولا قوة إلا بالله يا تجار الدين اخوان واخوات ما بقى لي منضف الفيديو تحيطي لكم كاملين شكرا المتابعة عجبكم الفيديو دور اللايك وبرتاجيه باش يتفحوا الناس هادو باش يعني تورقوا وتعرفوا الحقيقة ديالهم شكرا لكم محبين قناة الكريم الكسر اينما كنتم الى اللقاء تلك الفيديو القديم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة